موسيقى أهلا بكم أحبة المشاهدين في حلقة جديدة من الواحدة ضيفي هذا اليوم النائب فلاح حسن الزيدان أضمج النواب العراقي أهلا وسهلا بك سيد فلاح و رمضان كريم عليك رمضان كريم عليك و على قناة الرشيد و جمهور قناة الرشيد وتشرف بهذه اللقاء شكرا جزيلا سيد فلاح نبدأ من حيث انتهت الاجتماعات المكوكية في داخل الوسط السني ماذا يحدث بالمشهد سيد فلاح يعني طبيعي الموضوع أنا أعتبره طبيعي هناك تحالف كان قائم وهو تحالف المحور مثلا نعم وهناك كتل سنية أخرى أو ما يسمى سنية معطقة محررة يتقودها شخصيات محترمة مثل دكتور عياد علاوي دكتور أستاذ أسامر نيجيفي إلى آخره لكن التحالف الرئيسي اللي كان موجود وتحالف المحور كان العدد الأكبر فيه من النواب السنة هذا التحالف قام على مصالح فقط لم يقوم على مشروع أو هدف وبعض الإقوان في داخل التحالف حاولوا أن يحولوا هذا الموضوع إلى مشروع لم يستطيعوا عند أول هزة تعرضوا لها في موضوع نينوى اختيار محافظ نينوى وحتى قبل اختيار على فكرة الموضوع ذو جذور حتى قبل موضوع نينوى كانت التحالف متصدع أصلا واصل إلى مرحلة التصدع فموضوع اختيار محافظ نينوى قسم أو أنهى هذا التحالف وقشة التي قسمت غبار الباير أكثر نواب هذا التحالف وحل المحور وعادة تشكيل تحالف القول العراقية الذي كان مشكل سابقا وكان يمثل المحافظات المحررة من قبل تنظيم داعش حسن أنت سبقتني بمحافظ نينوى وانا يدي يصير يعني اليوم أنتم أن عزلتم مع السيد الحلبوسي بتحالف جديد سميتموه تقدم لا 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 تقدم حزب تقدم حزب التقدم هناك مشروع مشروع كم نائب به هذا تغني يعني حد الآن النواب اللي أعتقد أنهم اتفقوا على الانضمام إلى تقدم إلى حزب التقدم نعم هو 35 نعم يعني شوف تقدم قبل المحور يعني المحور كلهم ما بقى في المحور يتعدون 16 أو 17 نعم يعني بأحسن حالاتهم هذا جناح أبو مازن وخميس الخنجر أبو مازن وخميس الخنجر طيب الباقيين الباقيين يعني أكون موضوع مهم جدا تحالف القول العراقية وتحالف طيب كان موجود أصلا وكان يقود هذه المحافظات لسنوات حتى في السنوات السابقة لكن ما جرى جديدا أو نظرة جديدة للواقع الموجود في المحافظات هو تشكيل حزب حزب مو تحالف أو فرق تحالف مجموعة حزاب تيارات تتفق على أن تتحالف لمصالح معينة اتخابية مصالح مناطق مصالح سياسية ما اتفق عليها هؤلاء النواب وحوالي 35 نائب من هذه المحافظات التي تمثل نينواء وكركوك وصلاح الدين وديالة وبغداد والأنبار وبابل والبصرة على اعتبار أنه المكون السني موجود في كل هذه المحافظات اتفق على تشكيل حزب واحد هذا الحزب يمثل هذه المناطق بكل صراحة أنا أتحدث ليس هناك تمثيل حزبي للسنة في هذه المناطق سوى الحزب الوحيد المنظم الذي لديهم من 2003 إلى اليوم هو الحزب الإسلامي نعم والحزب الإسلامي ده جمهور معروف يعني جمهوره ما رح يزيد ولا ينقص لا أستاذ فلاح أكو نقطة هنا يعني هل أنتم شعرتم بهذا الموضوع مبكرا لو هسة أو لا حسيتم لا لا هذا الموضوع صارنا حوالي أشهر مستغل عليه يعني من بداية تشكيل الحكومة أو من أصلا بداية تشكيل البرلمان أنه هناك تغييب للمنظومة العمل المنظم داخل هذه المناطق وهناك تقلبات حتى سياسية بحيث أنه التيارات عندما تختلف اختلاف بسيط تنفصل عن بعضها بينما الأحزاب أو الحزب يكون له أهداف وستراتيجية ومنظور ويعمل وفق مبادئ ويعمل وفق هيكلية معروفة هذا الموضوع نظرنا إليه قبل ستة شهر أو سبعة شهر أنه يجب أن نذهب لتشكيل الحزب يمثل هذه المناطق أو أغلبية هذه المناطق ونحن الآن في الطور النهائي لتشكيل هذا الحزب إن شاء الله إن شاء الله قبل أن أسألك عن قضية الجزء الآخر من السنة في قضية أسام النجيفي ومن معه اليوم أريد أن أسألك عن سيد خميس الخنجر وأبو مازن هذا شوء سيكون مصير الحزب يعني خميس الخنجر وأبو مازن لديهم كل واحد كتلة واحد كتلت اسمها جماهير والثاني اسمها المشروع العربي وهم متحالفين إلى الآن أعتقد أنهم سيعملون واحدهم في هذه الساحة وسوف نعمل واحدنا في هذه الساحة هددوا بسحب الثقة من الحلبوسي كلام يعني ما يقدرون؟ لا يستطيع حتى مع الضمان سنة الإصلاح؟ أول شيء سنة الإصلاح أنا كنت في الإصلاح وإلى الآن أنا لم تنتمي للبناء أي ما هو هذا السؤال؟ أنسلاخك من أياد علاوي؟ لو بعدك وياه؟ شوف أكون فرق نحن وياهد علاوي أتلاف انتخابي زين نحن مع أياد علاوي لسنا من حزب دكتور أياد علاوي نحترم أياد علاوي تمام نحترم أياد علاوي نحترم أقامة مقامات العراق رمز سياسي كبير لكن نحن دخلنا في الوطنية كأتلاف انتخابي زين أكون فرق طيب لو نحن بالوفاق معناه نحن نسلخ نحن لكن عندما أدخل أنا بتحالف معين زين قبل قليل قلت لك التحالفات تختلف حسب المصالح السياسية بالتأكيد دين ومصالح المناطق إلى آخرية التجابك على علاوي لم تكن في صالح المطلق لا لا يوجد مشكلة دكتور صالح المطلق من دخل ويا العراقين وهم ويا علاوي تمام لكن هم على وفاق لو صارك وبناتهم كلها يعني علاقتهم أنا أعتقد جيدة زين أنا أعتقد جيدة أنا عملت مع دكتور صالح في السنوات الماضية أي على مدى ثلاث دورات التوية دورتين يعني دورة الأخيرة دخلت المتحدون مزين دورة الأخيرة تدري وضع المناطق في 2014 واحتلال داعش وغيرها من أمور حتى ما تعلينا أن نذهب بمحاولة إيجاد قائمة واحدة لهذه المناطق بسبب المصيبة الكبرى والكاردة الكبرى حدثت من احتلال داعش لهذه المناطق فدخلت المتحدون فدخلت مع دكتور صالح حدث دورتين الآن اختلف الموضوع هناك قيادة جديدة في البرلمان هناك نواب أكثر من الجيل الجديد أو الجيل الشاب أريد أن أسميه أنت تحسب نفسك يا جيل أنا أعتبر نفسك على الشباب مزيد لست مخضرم قدير إيه ما أقول شكال لذا دخلت العملية السياسية وصرت نائب يمكن أصغر نائب بالبرلمان سنة 2005 مزيد أصغر نائب وحتى بالحكومة السابقة كنت ثاني أصغر وزير في الحكومة السابقة نعم اكتسبت الخبرة خلال السنوات الماضية بس لحد الآن معبرت الأربعة واربعين سنة أنت تحسبني وين يتحسبني على الشياب كيفك لا إن شاء الله على الشياب الشباب كيفك فأنا أعتقد أنه هذا موضوع صحي أن تستطيع أن تتحالف مع الذي تتفاهم معه جيد أو تصل إلى مشتركات معه جيد حسن الهنازين أنت سألتني أنا أبو مانزن وخميس الخنجر اختلفت المشتركات بيننا اختلاف كبير واختلفت الأهداف بيننا اختلاف كبير ما نستطيع أن نعمل سواء لهذا ذهبنا إلى تشكيل تحالف القوى العراقية الذي انبذق قبل أيام أو عادة تشكيل عادة تحالف القوى العراقية مع أننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة في إنشاء حزب اتفقنا على هذا الاسم الحزب أن يكون حزب الليبرالي وهو حزب التقدم المدني حسن هذا الكلام جيد لكن لا تنسى أبو مازن وخميس الخنجر لديهم ثقل في الأنبار وصلاح الدين هذا حاسبين لحسابه؟ بالأنبار بعدهم ثقل جيد وين ثقلهم؟ بعدهم ممكن إذا حموكم في صلاح الدين؟ يعني بصلاح الدين لديهم ثقل نعم وهذه حقيقة لنجب أحد ما ينكر حسبته هذا الحساب؟ طبعا نحسب هذا الحساب يعني نشوف الصراع السياسي السليم ما بيشكالية هو صراع شلون سليم؟ لا لا تنافس مثلا الصراع السياسي صراع السياسي يعني تنافس مزيح نقول صراع السياسي تنافس مزيح تنافس إذا مبني على أسود سليمة مبني على ما تطرحه من المشروع ماكو شكال الجمهور هو لقيم هذا المشروع أحسن له هذا المشروع موزيلا يعني أنطيك بطال مزيح أنا صار لي أربع دورات أفوز ليش؟ أنت بين ناسك وأهلك يعني مقدم لهم خدمة مزيح مزيح مقدم لهم خدمة أدافع عنهم أدافع عن مصالحهم لهذا أربع دورات أفوز وأطلع أرقام جيدة جدا يعني إذا ما أطلع أول على المحافظة أطلع ثاني عن المحافظة مزيح ليش؟ لأنه أكو مشروع أعمل فيه حتى لو مشروع صغير إذن أنت ورقة رابحة لأي جهة تتحالف أعتقد أنه أي واحد عنده جماهير ورقة رابحة لأي جهة تتحالف معها لكن بشرط أن يكون مؤمن بهذا التحالف يعني أنا قلت لك إحنا ذاعبين لتشكيل حزب الحزب يختلف عن كل المنظومة السياسية التي أدارت عمل السنة في المرحلة السابقة وفق حزب له أهداف مشتركات استراتيجية إضافة إلى تنظيم وحكلية إذا ما أراد جناح الخنجر وأبو مازن انضمام إليكم شون راح يكون الباب مفتوحة؟ لا لا أعتقد أنه صعب جدا صعب جدا صعب جدا أنا ما أقول لا لكن أقول صعب جدا بصراحة وصلنا إلى مرحلة عدم الثقة بيننا و بينهم وصلنا إلى مرحلة عدم الثقة وهذه عدم الثقة وفق تجربة يعني مو يوم و يوم و يوم و يوم تدلوكم بعض الأمور؟ يعني هناك اتفاقات حصلت من تحت الطاولة؟ لا ما كو اتفاق سياسي اتفاق سياسي لكن كثير من الاتفاقات التي حصلت وتم التنصل عن هذه الاتفاقات مو مرة وحدة مثلا مثلا موضوع محافظين يعني أنا أريد أن أقش محافظين و أريد أن أقش محافظين و أريد أن أقش محافظين مواضيع أخرى زين حتى مواضيع داخل البرلمان القوانين كيفية إدارة ملفات المكون صدق إيران تأثر عليهم؟ تأثر عليهم جدا يعني المشروع هم مدعوم زين و مشروعكم مدعوم من إيران؟ لا علاقتنا متواندة بإيران و فرق بيّن واضح البعض يقول أن الحلبوسي جاءت به إيران يعني إيران تأتي بمن يمثل مصالحها الحلبوسي جاءوا به السنة أو الأغلبية السنية بموافقة الشيعة أيضا بموافقة إيرانية لو كان هكذا كما تقول كيف يخرج عن المشروع أو أنت سميتك برا شوئين المشروع الإيراني و شو ما تطلع عنه؟ في جوز انقلاب؟ لا و أكو انقلاب في السياسة أكو قادم مصالح و أكو ثوابت زين الحلبوسي علاقته بإيران جيدة و أكثر السياسيين علاقتهم جيدة لكن أكو واحد يمثل مشروع و أكو واحد يمثل مشروع زين للآخرين أنا أعتقد من وجهة نظرية أن الحلبوسي و أمن معه لا يمثلون المشروع الإيراني علاقتهم بإيران جيدة لكن لا يمثلوا مشروع طيب في مكانك هذا تحدث النائب السابق مشعان الجبوري و قال أنه ذهب الحلبوسي إلى أحد المنازل و كان هناك قاسم سليماني و قدم فروض الطاعة والولاء حتى يصر رئيس مجلس مهم والله هذه المعلومة لا أعرف أو أول مرة أسمع بها الآن سمعت بها ما رأيك بها؟ لا أعتقد هذا الكلام صحيح يعني قد يكون التقى بأبو مهد المهندس أنا التقت بأبو مهد المهندس حشرات مرات و مرة مرتين لأن الحشد كان مناطقنا و كان هناك تنسيق عالي بين الحشد في صفحات القتال حتى لو كنت وزير يعني موهسة مع أنه لم يرى فصال هواية أخر مرة رأيتها ستة أو سبعة شهر طيب بس ما يروح يقدم فروض الطعول ولا هذا الموضوع ما أشكوك فيه طيب أنتوا في الوقت اللي مجتمعين بي هناك ثقل آخر مجتمع وهو سيد أسام النجيفي وسيد علاوي و خالد العبيدي و غيرها من الأطراف السنية التي سمّوا نفسهم المناطق المحررة هذا يوازيكم بالثقل يخوفكم شون وضعه؟ سيد خالد العبيدي أنزل تغريدة اليوم على تويتر قال أنا بالنصر و ما أطلع من النصر و اللقائي كان الهدف منه و مناقشة أوضع نينوة تمام هما سنة الإصلاح لا يقول ما أكو فرق و ما رح يقوله لا أطلع تعالوا بقاين تويانا بس نشكل تكتب سني ما أعلن ما أعلن عنه الذين اجتمعوا يعني كان حمد المطلق حاضر مثلا ليس عن جبوري حاضر لذول إصلاح ليس له زياد ليس عن إصلاح مثلا لا لا تمام بس هم يحاولون للملمون لبيت السنية أرى أستاذ أسام نجيفة أحترمه جدا نعم و علاقتي بممتازة و أعتقد أنه يريد أن يعيد تجربته في تشكيل تكتب الكبير و أتمنى إلى التوفيق لكن إلى الآن النواب المنتمين إلى تكتب القليلين أنت تحتاج أدوات بس هم شخصيات كبيرة محمود المشهداني محمود المشهداني حضر كل الاجتماعات بس تلجدة هاجمة لهذا الاجتماعي لا أجاه هاجمة بالعكس أنا جاي أتمنى لكل موفقين أحمد القيمة نقول هذا الاجتماع يوازي التكتل الذي تقدمتم به له تقدم لا أعتقدك لا يوازي لا يوازي يعني نعم الاجتماع جيد جدا أعتبره وأستاذ أسامة قلت لك من الشخصيات المحترمة والشخصيات التي لا تقدر يعني حتى بالسياسة كلامة واحد ما عند لعب حلو أنت كنت في يوم من الأيام اشتغلت وياه رجل فيه متحدون ليش ما صار الخيار أنه تذهب مع أسامة نجيفي شوفوا الاعتبارات تختلف حسب المناطق وحسب المحافظات اختلفنا على مواضع كثيرة ومنها اختلافات مع الأستاذ أثيل نجيفي أثيل نجيفي كان محافظ نينواء أثيل نجيفي كانت لدي اختلافات كبيرة معه اضطرتني أن أذهب باتجاهات أخرى كنت مختلف سياسيا ومختلف مع كل التصرفات التي أقوم بها عندما كان محافظ لم أستطعنا أن أتعامل معه سياسيا فإذا لم تستطع تشتغل مع واحد سياسيا فإذا لم تستطع معه وأثيل نجيفي كان مؤثر جداً داخل المتعدون كان جزء كبير من القرار السياسي داخل المتعدون لدي فما استطعت أن أعمل معه لست وأنا وحدي يعني هي الإشكالية أنه إحنا في 12 نائب في متعدون ما بقوا بس نائبياً معناها أكو خلل مو عشرة كلهم غلط واحد صح صح له لا فاختلفت الأمور ثاني شيء لم تشكلوا تحالف القرار أستاذ أسامي وأستاذ خميس ثم اختلفوا يعني خميس أسامي جاءت سعب من أستاذ أسامي نجيفي إيه كان بيه يعني هو حتى سيد أسامي نجيفي قال غدر مني يعني وراح للبناء هذا بما معنى أنه يجب أن يكون هناك تجربة سابقة لا أريد أن أعيد هذه التجربة مرة ثانية تجربة تعلمت من هذه التجربة أنه لا أستطيع أن أعمل أستطيع أن أتفاهم أستطيع أن أنسق في موضوع معين في قرار معين أما كتحالف صعب جدا زين القضية صارت بعد اختيار محافظ نينوى هذه قضية تجمعكم واختياركم للحزب الجديد حسيتوا أنكم فشلتوا في السيطرة على المحافظة بعد اختيار المحافظة الجديد؟ لا أشوف شوف أشكالتي بمحافظة جديد صراحة صرف له الآلية التي انتخبوا بها؟ أشكالتي بمشروع والآلية ومن دعم من الذي دعم؟ إيران هم إيران؟ كل صراحة يعني صريح جدا زين يعني هست المحافظ إيراني؟ لا أنا مو إيراني انتماء إيراني محافظ عراقي ومن الموصل ومن الديارة أنا أكمل لك أنا قلت لك مو شخصية المحافظ شخصية المحافظ أنا أعرف الرجل كإنسان خلق إنسان بغض النظر بغض النظر يجي اليوم منصور المرعيد محافظ أو غيره المشروع أنا أتحدث عن المشروع المشروع غرباء عن محافظة نينواء هذه المحافظة هي شغل محلي خدمة محلية بعد الأزمة الكبيرة التي حصلت في نينواء كنت من الدائمين أن يبقى السيد مزاحم الخياط يدير الملف يدير الملف باعتبار أن مزاحم الخياط هناك رضا كبير من أهالي نينواء عليه زين نقاش ماراثوني مع مجلس المحافظة وكلام طويل وكلام عريض وحاولنا بكل أسلوب أن نجد مشتركات بالأخير اتفق مجلس المحافظة على ترشيع أحد الشخصيات داخل المنصر كان هناك كلام أنه يجب أن يكون من داخل المدينة بسبب ما حصل الذي تنصل عن هذا الاتفاق هو سيد أبو مازن وخميس الخنجر طبعا هذا الاتفاق حصل يوم الخميس يوم الثاني يوم شعلي وممثل المحافظة مهنان وإشكال زين أجد أسألك سؤال وأسأل نفس السؤال وأسأل أي واحد متابع الأمر السياسي زين 28 واحد يوافقون على حسام الدين العبار كمحافظة نوم الخميس ويواقعون ويذهبون إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني اللي هو الشريك الثاني في نينواء طيب بتواقع 28 واحد من أصل أشقيت؟ من أصل كل العرب والسنة والتركمان السنة هم أشقيت المحافظة؟ من أصل 37 أو سبعة وثلاثة أو سبعة وثلاثة أو سبعة وثلاثة أو سبعة وثلاثة مهم زين يعني الأكثرية زين يذهبون بمرشع واحد يوم الخميس ليلا كان الهدف الآخرين اللي لديهم نية مسبقة للإنقلاب أنه الكرد أو البارتيلاني وافق على المرشح زين السبت صباحاً وافق الكرد على المرشح مهن شون اللي صار؟ سحبوا كل رابحهم الويام العشرة وجابوا لهم ثمانة بالطريق وياهم اختل إن صابعتكم شي سمي أنت شي سمي أي مراقب أنت ترشح وأنت توافق على الترشيح وترجع يوم السبت تبدل كل الموضوع أنا أسمي مثلاً تبديل المواقف فسست عندك معلومة لا 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 تبديل المواقف شيني المعلومة؟ فساد الذي حصل فساد يعني شنو قبضه فلوس؟ نعم قبضه من قبضه؟ مين قبضه؟ زين من الوسيط بين إيران وبين هذا الكسر؟ أنا جاي أتكلم عن اللي حصل زين أتكلم عن اللي حصل لكن أريد أسأل سؤال آخر الاهتمام الآخر يعني اللي أدى إلى أنه تأخذ محافظة نيناء ولماذا؟ مقاعد استراتيجي ستة شهور زين ستة شهور تربط من سوريا و مضبط مضبط مبينة يعني وابحة ما بيها كافلام إيه بس أنتوا اللي سمحتوا بهذا التصالح؟ نعم نعم نحن سمحنا فساد سمح أنتوا الأغلبية؟ أنتوا الأغلبية في نيناء وابحة؟ نعم فساد سمح زين إذا واحد فاسد أنا شاك يقدر أسوي لي ما تكون متفالين في نيناء وابحة غتالح اذنه 16 واحد وقفة ضد الموضوع إلى آخر دقيقة وإلى آخر يوم وقفة ضد الموضوع بس واحد عند مرشح يقول ما قبل جبناهم البغداد بزينا تتكون عندك فكرة قالوا ما نقبل إلا فلان حسام عشرة أيام يا باب إذا ما مش حسام ما انتونا مرشح ثاني قالوا ما نقبل إلا حسام مشلب عشرة أيام حسام فرق ساعة يوافقون البارتي على حسام أو الديمقراطية نسميه البارتني زين يوافق الديمقراطية ورساعي يبطل ليش زين كان معتمد أنه مرفوض كردياً ويضطر نضطر إحنا نوافق على مرشح يقدموا هم شنو مثلاً قدموا تنازلات بهذا الاتجاه برأيك؟ يعني هناك حديث عن صفقة على كركوك محافظة كركوك هناك حديث عن صفقة سهناك حديث له معلومات؟ لا لا هناك حديث وهناك معلومات زين لكن أنا أقول لك اللي حصل في نينوى صفقة فساد فساد بكل الوجوه صيروا معارضة داخل مجلس المحافظة؟ راح نصير راح نصير اليوم كانوا الآن أنا جاي من الاجتماع إيجوا لنضاعش أضو مجلس المحافظة اللي يرفضوا يدخلوا هذه الصفقة كان كنا في الاجتماع على مدن نحدد آليات العمل داخل مثل المحافظة وكيف نكون معارضة بناءة داخل هذا المجلس صحيح المبالغ وصلت إلى نص مليون دولار للشخص وسيارة لاندقلوز لا أنا سمعت أرقام مهولة بصراحة يعني وصل رقم 6-7 مليون دولار للشخص الواحد؟ لا لا للكل الكل يعني أسمعت يعني تقريبا نص مليون دولار أه أسمعت هذا لكني أنا أقول لك وأنا أجزم بذلك إن حصل صفقة فساد هسه نتسألني تقول لي المحافظ المحافظ ما لا يشغل بالموضوع زين أنا أحتي على كتل تياسية حولت الموضوع إلى طفقة فسر ماذا يستفادون هسه مثلا أبو مازن وخميس الخنجر ماذا يستفادون يستحوذون على المحافظة سألوا أنت شخص كل المحافظ يعني أنا أكو مشروع قبل شوية قلت لك يا زين قلت لك أكو مشروع هؤلاء منفذين لمشروع منطقة عبانة ومنكوبة وما بها أعمار وش راح يسوون بيها يعني يقول لك أن نفذون مشروع موضوع أكبر من الأعمار موضوع أكبر نينوى قلب السنة نينوى أكبر محافظة سنية زين يعني أنا حتى أبو مازن بقيت لك قلت لأخي خلينا نلقي شخصية متفق عليها من الكل ولا هي لفلان ولا تحسب لفلان ونوصل مليانة شخصيات وقد نتفق عليها وكنا ندعم هذه الشخصية كنا ندعم هذه الشخصية وحتى نشترط عليها يعني خافوا أحد يخاف سياسيا أحد يستعوذ عن المحافظة زين نشترط عليه ما يرشح بانتخابات القادمة جيد وخليه يكذب لنا ورقة ونعلن للإعلام زين زين تعتقد لو باقين على العاقوب أفضل لا يعني هسا على الأقل الأستاذ منصور قريب من أتكم ونائب لا أستاذ منصور رح نقيم على عمله يعني أستاذ الأخ النائب منصور رح نقيم عمله ونقيم هل يمشي بمشروع لو ما مشي بمشروع جوز الرجل رح يشتغل زين زين نستبقى لأحداث جوز ينقلب عليهم هسي جوز يشتغل زين نتمنى زين نتمنى أنا تمنى عليه وهو بالنينوى أن يعمل لصالح نينوى ويضع صالح نينوى أمام عيني قبل أي صالح آخر أو قبل أي عدف آخر طيب زين لكن العاقوب مستهتر بالفساد وين العاقوب؟ شان بأربيل مطلع علي مذكرة القاقوب؟ المفروض يسلمون للدولة من اللي واقف ضد هذا الموضوع؟ يعني أنا سماعتها من بعض السياسي الأكراط والدولة العميقة ما لها علاقة بالموضوع؟ رح أكمل لك إيه سماعتها من سياسي أكراط زين بس اسمال تسلمي ساي سماعتها بإذني زين قال قلنا لهم لنسلمكم يا سلمكم العاقوب قالوا انتظروا أكو صفقة أخرى ظاهرة زين من تتوقع يكون محافظ كركوك؟ لا كركوك وضعها صعب يعني حتى ذا داخل المعادلة الباق الديمقراطي ليس لديه القوة الكافية إذا لم يتفق معه العرب والتركمان وهذا التعاهد انطول إخوان زين ويجبون العرب والتركماني يخلهم يتفقون زين وحتى ذا تفقوا اليكت قوي جدا أو الاتحاد الوطني زين ومن ثم تحاد الوطني يأخذ رئيس جمهورية لا يقال أذكر بس هو التعاهد الوطني قوي إلى الآن داخل كركوك زين كتلة داخل المجلس محافظة زين زين إذا صارت اتفاقات أنتهم أقوياء داخل الموصل صاحبة تمشي النواب نرى موضوع كركوك قد مضى موضوع الموصل لعدم اتمام الكتلة السياسية في هذا الموضوع هذا التهام لكم جميعا في كركوك لنا كلنا كلكم مقصرين في موضوع نينوى ولا الحل كان حل بسيط وسهل شين هو الحل؟ كان حل مجلس المحافظة وأبقاء خلية الأزمة تدير الموضوع إلى نهاية الانتخابات كركوك صار لك مستعاش سنة بدون انتخابات جوز مصر انتخابات لك سؤال نينوى من سقطت الدم وين وصل؟ وصل للبصرة صحيح وصارت به انتخابات إلى البصرة نينوى من سقطت في 2014 عجرة ستة 2014 الدم وصل للبصرة والسماوة صحيح كركوك بكل مشاكلة ما وصل الدم للبصرة والسماوة هناك فرق صحيح قد تكون كركوك عراق مصغر كركوك هناك صراع على الأراضي صراع على النفط صراع على المصالح لكن ما وصلنا إلى درجة احتكاك التي تؤدي إلى ما أدت إليه عندما سقطت نينوى عندما سقطت نينوى صراع الدين سقطت ولموار سقطت وأطراف بغداد سقطت وديارة سقطت وقدم قلت لك وصل للبصرة طلعت ببيان بعد انتخاب محافظة الموصل أنكم رافضين المحافظة وخليتوا أسماء كان بيان أشبه بالخجول أستاذ فلاح نعم نعم قلنا رافضين الآلية التي حصلت فيها انتخابات نعم ورافضين الفساد الذي حصل في انتخابات وسأل أين نائب من نينوى؟ أو أغلبية نواب العرب من نينوى؟ أغلبيةهم نعم عبد الرحيم الشمري الشمري خالد العبيذي أحمد الجبوري محاسن حمدون انتصار الجبوري لطيف الورد إلى آخرين من النواب نعم ماكو واحد بيان طلع وقال مو صفقة فساد لو متأقدين أكو صفقة فساد نحجيب هذا الجذب؟ ما نحجيب هذا الجذب جيبوا وثائق ودوها للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد قدموا الرئيس الوزراء قدمنا طلب رسمي إلى السيد الرئيس الوزراء عن طريق السيد الرئيس البرلمان وطلاب الإعلام بتوقيع مستعش نائب من نواب نينوى نطلب فتح تحقيق وإلى المجلس الأعلى الفساد نطلب فتح تحقيق عاجل في المعلومات التي وردت عن وجوه صفقات فساد في موضوع محافظ نينوى ماذا الرد؟ المدعي العام حول هذا الموضوع إلى قاضة نزاهة نعم وننتظر الآن الرد من المجلس الأعلى للفساد هذا الموضوع ما رح نسكت عنه حتى لو محافظ سلم حتى لو محافظ داوى مباشر وقلت لك نتمنى من المحافظ أن يعمل المصلحة نينوى وهو بالنينوى وننتظر عمل المحافظ عمل المحافظ في مصلحة نينوى رح نزنده يعني نحن مو معترضين على شخص هذه الفكرة لازم تكون واضحة بأي شخص كان يأتي عن طريق هذا المشروع كنا نعترض عليه لكن لن نسكت عن الأقضاء الفاسدين الذين يشاركوا في هذا الأمر هذا الموضوع سوف يتم التحقيق به ورح نستمر نحقق به وحتى قدمنا طلب قبل أيام إلى سيد رئيس بنس نواب لتشكيل لجنة نيابية من نواب نينوى اللي مراقبة كل أبواب الصرف في نينوى يعني يقول لك يا بصراحة أنا من الناس راح أقعد لهم قاعد ما عندك شغلة عمل غيرها راح أقعد لهم إذا يشربوا يشتروا غلاس مياه يقولوا ليشترتوا وبنياً ومنوا راح يشربوا زين يعني الآن الهدف هو إيقاف الفساد ليش نينوى مدمرة الساحل الأيمن مدمر مشاريع المي مدمرة كهرباء ثلاثة رباء يعني الغربية من نينوى منطقة الغربية من نينوى نا ماكوا حتى أعمدة ماهضر كل شيء من البنى التحتية يعني إحنا الموازنة من نينوى ستمية وشوية مليار مع حصتنا من الثنين تريليون الإضافة الراح يجي مم مع الراح يجينا من الدول المانح وصندوق العمار كلها متكفي عمار عشرين بالمئة وخمسطعش بالمئة من نينوى زين يعني إذا صار فساد الشلون ما راح يكونوا شيء يبقى جسور عندنا قبل جسور الآن داخل المدينة جسر واحد يشتغل ماستك قوة يشتغل من نينوى إلى ما تصل صلاح الدين إلى تكريت ولا جسر كم واحد كان قبل واحد اتنين ثلاثة أربعة زين يعني عندك الساحل الأيثر من دجلة على الساحل الأيمان من دجدة لجنوب نينوى إلى شمال صلاح الدين حوالي مليون سكان يعبرون بالبلم له بالدوبة وهذا الأيام لما صار المنسوب الماء عالي المواد الغذائية ارتفعت عدو من 300% لأنه لا تعبر على اليوم المريض لا يقدر يطلع لا يقدر يروح المستشفى لا يقدر يعبر المستشفيات الرئيسية في نينو الجمهوري والسلام أكبر المستشفى في نينو مدمر بالكانون السفيات عبارة عن كارفانات هذا الموضوع هو مسؤولية وعمانة في رقابنا أعظام السنوات لهذا سوف نراقب بكل حزب طيب خلينا نكمل نأخذ فاصل أذا تسمح فاصل قصير ونكمل أحبة المشاهدين هذا بلا فاصل تفضلوا بالبقاء معنا تطبيق قناة الرشيد معا سنعيش في عالم لا مثيل له واستمع لآخر الأخبار المحلية العربية والدولية إضافة إلى البث المباشر للقناة وبإمكانك رؤية جميع برامجنا السياسية والمنوعة والرياضية كل هذا من خلال تحميل تطبيق قناة الرشيد أدر مقوة حياتك للأفضل وانضم معنا ستعيش ما لم تعشه في الواقع اشتركوا في القناة من جديد أهلا بكم أحبة المشاهدين سأعود لك هناك ملف آخر في المشهد السياسي اليوم وهو قضية إكمال الكابينة الحكومية قضية إلى الآن لا يزال رئيس الوزراء يعني يحاول أن يمسك العصى من الوسط ما أعرف وين وصل موضوع وزارة الدفاع وزارة الداخلية أنتم قريبين على المشهد خصوصا وزارة الدفاع من الأقرب لها برأيك؟ يعني الوزارة الدفاع الوطنية قدمت نواب الوطنية قدموا أسماء دكتور عناوي قدم اسم 17 نامي الوطنية اجتمعوا وقدموا أربع أسماء في وقتها وانا مستغرب حتى من دورة رئيس الوزراء المفروض يحسب الأمر يعني الأسماء المقدمة يعني الأسماء هي حصة الوطنية وتم تقديم خمس أسماء يختار واحد منهم ويبعثنا البرلمان بسهولة يعني وأنا أعتقد أنه أي اسم رح يجري هذا التغيير اللي صار الآن التفكك والاندماج من جديد رح يأثر على إمكانية تمرير ما غيرنا ما غيرنا الآن في الموشحين يعني طبقوا عندك فكرة أحنا نريد سهولة وصولهم ماكوشكال يعني أنا أعتقد أي اسمية المشكلة ليس بالدفاع لا يكون واضح مشكلة بالداخلية بالعدد؟ الداخلية لا إلى الآن الأقوة في تحدي البناء والإصلاح بشقيه الفتح وسائرون اللي أكبر كتلتين لم يتفقوا على وزير الداخلية ورئيس الوزراء دورة رئيس الوزراء حاط أنه الداخلية والدفاعي يجب أن تأتي بسلة واحدة إلا بسلة واحدة يعني حسب المعلومات التي لدي جيد إلى الآن الداخلية لم تحسن أما الدفاع هناك مرشحين قدمنا وقتا سليم الجبوري قدمنا عميد نجاح نجاح الشمري قدم دكتور يعد علاوي مجاح واحدة زي دكتور يعد علاوي قدمه احنا الأربع السبعة عشر نائب وقعنا على أربع مرشحين سليم الجبوري والدراجي هشام الدراجي وصلاح الحريري وأحمد الجبوري ضابط من نينو أعتقد صلاح الحريري بعد ما تروح اسمه وحتى هشام الدراجي بعد ما تروح بس صلاح عم تروح بقوة ودكتور آياد قدم فيصل الجربة في البداية الأخ فيصل الجربة وما مشه قدم الأخ نجاح الشمري فهناك خمس أسماء وهناك سيفيات تفاصيل وأكثر منضباط يعني عدل أخ سليم الجبوري الباقي كلهم ضباط طيب كلهم ضباط في جيش العراقي وكلهم كفاءات أي واحد منهم أي واحد يختاره نحن بالنسبة لأن بكل صراحة أقول الأربعة اللي قدمناهم سوف ندعم أي مرشح يأتي منهم أما أي مرشح آخر مو منذ الأربعة مرحة نعمه زين قضية التربية كانت من حصة خميس الخنجر اليوم بعد هذا التكتل الجديد هتطالبون بها؟ يعني أنا أعتقد أنه حصت المكون الأكبر أو العدد الأكبر مع ذلك أنا شخصيا وكثير من النواب في تحالف القوى العراقية ما عدوا منع أنه ذيئت المرشح عن طريق أستاذ أسامني جيفي باعتبار أنه القرار إلي زين زين كان مرشح أيضا الدكتور أحمد المساري بهذا الموضوع كان مرشح نعم لكن أعتقد دكتور أحمد المساري شخصيا محترمة جدا إذا أقدم أنا من الذين سوف يدعمون أحمد المساري وكثير من النواب كذلك يدعمون أحمد المساري ولكن حسب معلمة أنه سيد رئيس الوزراء مصر إلا أن تكون امرأة لأنك أبيض تخلو من امرأة وهناك مطالبات كبيرة من النساء في العراق وفي البرلمان وماكو غير التربية بعد يطيهم لأن عدل ما ترهم العدل ترهم بس الدفاع الداخلية ما ترهم هذا الوقت يعني مو بأوروبا على مو تجيب الآن التربية قد تكون المرشح الأكثر قبول أمرأة مع أنه الدكتور رحمد المساري شخصية محترمة جدا نعم تستطيع أن تعمل في الوزارة لكن سوف ندعم خيار أستاذ أسامي اللي جيفي في حال تقدم مرشح إلى التربية يعني وهذا اتفاقنا عليه جيد هذا مؤخرا نعم جيد والعدل العدل هناك اتفاق أصبح بين الأكرار حسب آخر اللقاء مع سيد رئيس الإقليم أو سيد رئيس الإقليم سعود أبرزاني نعم قال أن اتفاقنا مع الاتحاد الوطني على العدل فماكوش كالية تمام خلينا نشوف شنو عدنا الشباب أدنا صورة وتعليق شنو عدنا مادة فاسدين الآن من الموصل هم طمعانين بمنصب المحافظة وأحدهم حرام ومحترف وإنه علي ملفات أبو كان وزير كان وزير منطيش اسم نحن نحقق وياه وملفات وكومية وستين سيارة عبرهم من وزارته وداهن ووزعهن هناك يصير محافظ أحد الوزارات من الموصل أحد الوزارات طبعا من الموصل والآن هو حامل راية على أساس هو يدافع عن شعب الموصل هو فاسد نعم وما يدافع مو هو يمثل شعب الموصل لا أنت تقصد منه أو شعب نينو أنت تقصد منه أحد النواب لا لا تعرف أحد النواب اللي يتمعون منصب المحافظ يعني شيء صراحة ما ليت أحرج الحركة مالتي لا لا ما ليت أحرج التحالف هذا بناء عن كلامك عن كلامك مو عن كلام العصائب يتفضل لتحدثي أنت نائب ومثل شعب بالنسبة إلي أنا أدافع عن شعب النينو ومثل ما أدافع عن شعب الناصرية منو هذا يعني لازم نسهم الأشياء بمسمياتها ليش اليوم ما ليت أحرج التحالف لا لا تحرج لا لا الخاطر نحسي حتى نعرف حتى الموصلين يكونون على دراية هاليوم خاطر هذا خاطر الطفل البتشيث عليه هم يعرفو يدرد دموع التماسيح دموع التماسيح يعرفو اللي هسه هو يسوي نفسه حريص على شعب الموصل ويتهمنا جزافا نعم وهو أصلا حرامي هو باقي الدولة العراقية وباقي الشعب العراق وعندنا منفات عيارة حمثيرها يعني أنا أعتذر من الوزراء الموصل يعني نحن تنفهم يا محمد اقبال يا فلاح زيدان يا خالد العبي نعم يا خالد العبي خليش معني نعم خليش معني مشكلة الموصل ما تنحل إذا محاكم عشكر يفرط سلطانه وسيطرته على كل القوات المسلحة شبيه وياك عبدالأمير الدبي يعني حقيقة أنا أترفع نارود هذيش كلام بس هذا كلام خلق أمل لك أترفع نارود فاسد وحرامي لا أعرف شنو لدي شيء القضاء موجود هيئة النزاة موجودة وأنا وزير كنت وزير الزراعة وطلعت من الوزارة قضية عليها ما أقوم قضية وإذا عنده ملفات أنا أدعوه أنا أتفضل بصفة تلاعب على الشعب وأنا أذهب إلى هيئة النزاة والإدعاء العام ويطلب فتح تعقيق معي 163 سيارة التي يتكلم عنها هذه كانت بقرار الأمان العام من السهوزراء بقرار من السهوزراء ومه 163 سيارة كل الوزارات 35 سيارة للحشد الشعبي على أن تعود بعد انتهاء المحارسة للحشد الشعبي يعني مؤمن راحت للحشد الشعبي ووزع للحشد الشعبي زيان بس منطقتي بحشد أخذت للسيارات حال وحال وباقي مع الصناعة انطت 2000 سيارة كهرباء الكهرباء انطت ألاف أنا وزارتي وزارتي زراعة ما بيا كل لو وزعناها قلت لك ما يعمرنا 40 سيارة أهل الموصل ما يريدوه هو من أهل الموصل هو يندل الموصل وين هو شنو هذا السبب أكو خلاف بنا لا لا ما أكو خلاف أنا هاجمت أمثل العصائب اسمه حيدرس الساعدي في وقتها وقلت أن حيدرس الساعدي شريك في الجزيرة السياحي بناء على ماذا بناء على شهادة المحافظ نينو السابق في لجنة قص الحقائق قال أنه هذا الرجل يملك 30% من الجزيرة السياحية مزين وكان سبب في قضية العبارة وهذا واحد من أسباب قضية العبارة هذا هذي شهادة رسمية شهادة رسمية صورة وصوت لجنة تقص الحقائق صوافة المسؤولين الأمنين سألناهم أمنيا من هو مسؤول على الجزيرة السياحية مزين الشرطة قال أموحنا شو المنت جزيرة السياحية 26 دونم داقل دجلة المتنفس الوحيد للناس في نينة وماكوا مرفق سياحي بسية مزين وآلاف الناس يروحون 21 آذار عيد نوروز عيد الربيع شون حماية إثموا منعتكم قالوا والله أمن الجزيرة مكتوب تعبعين المن قال تعبعين هذا الشخص اللي هو إش اسمع حيدر حيدر السعدي مزين هذا الكلام تكلمت جنة جنون الرجل ليش أقول فلان زين يعني واحد مضرب طلقة صدرة وأهل المذبوحين حتى أهم يقول لازم نسكت من يحجي الناس الإخوان بالعصائب ما يدرون في هذا الحاجة قياداتهم حتى هم ما قالوا لي قالوا ما نعرف من قال لك يعني بعض قياداتهم مثل عدنا في حال سألت أسماء بدون أسماء تمارجهم المهم فطلع الرجل تكلم كلام طبعا زميلي هو في مجلس النواب وأنا قلت لك شوفت لك اليوم شفت شفت بعيد عني زين بس أنا أقول لي ومن قناتكم الموقرة عندنا ملف فساد علي أو على غيري خليوا رحوا قدمة زين المنشان عندنا ملف فساد هو نعب على الشعب ما تذكر يقدمي ليش ما قدمين ليش ما هو الدهم للهيئة النزاة ليش ما هو الدهم للقضاء هذا معناها أخلي بواجبة أخلي بقسبة صح له لا اللي عنده آنسة عندي ملف فساد على واحد وضمه زين واني حالي في أمين أخدم الشعب زين أنت عندك ملفات فساد لا أخلي اللي يطيح بلك توديه قبل أخويا ذاك النزاة وذاك المفتش العام وذاك الادعاء يقول عندي شروح وقدمة شوف بالعمل احنا عملنا فترة صعبة جدا يعني حكومة العبادي طيب حكومة صعبة وفي وقت صعب ماكو واحد ما يقطع إداريا يجوز لكن فساد غير موضوع الفساد ببوق المال العام المال العام أكو مئة لجية رقابة عليه طيب ولا عنده شيء حق ما خلنا سأتمر الوقت أقدنا صورة نشوفها محافظ نينو أستار نوف العقوب وأعتقد نحن حتيا يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار يعني هذا الرجل أفسد واستهتر في الفساد منه كان ظهره يعني هو كان يدعي أنه مدعوم من القوى التي في بغضاته من هي القوى يومية يقول هم خل robust يعني هرب يقوى في بغداد يعني شيعية سنية لا لا أكثر الشيعية أكثر الشيعية زين زين يدعي يقول يدعي فلان هم رأع يقولون تعله يدعي أنه كثير من القوى في بغداد تسانده زين فلن يستطيع أحد أن يقيله ثانت تقول يدعي يقولي منه turbo أماه مرة قال قال والآن الإخوان بالحشيد ما رح يخلوني أطلع هذا كلامة ولكن كلامه صح شيء يمي مو يمي والإخوان بالبناء ما رح يخلوني أطلع زين شلون ما يخلوا يطلع هم تدقل الجابة والمحافظة صوتوا عني لا لا صوتوا عني هم هو الناس صوتوا هم ما عليهم والناس هذا الدعاء فارغ زين لكن مشكلتنا معه وين الجهاز الوحيد اللي بير صانه هو ديوار رقم المالي إذا تريد سبعت لك تقارير ديوار رقم المالي زين أفسد بمعنى الفساد يعني وصلنا إلى هذا ما وصلناه بكل الفساد سمعناه بالعراق مشاريع وهمية مشاريع ما أكو هذا الرجال اشتغل تنفيذي واشتغل التنشري زين قدمت تعليه شكوة؟ قدمنا كل التفاصيل وحلنا كل ما تم التحقيق فيه في لجنة تقص الحقائق إلى الادعاء العام إلى النزاح من زمن العبادي رفع إيد المحافظ ماذا رجع مرة ثانية؟ هذا الرجل لديه علاقات مشبوهة ولديه علاقات كبيرة في الدولة العميقة وكل ما تريد تلزمه بموضوع ينطيك مثال آخر زين بعض أعظام المحافظة أراد يسوله استجواب منعهم بقوة السلاح بالسلاح؟ مرة ثانية أراد يسوله استجواب رأى عشتكة جاب عنده طبعا معروفه عنده شم واحد يحلفون يمين هذه معروفة عندنا من هنا جاب شم واحد حلفوا على أعظام المحافظة كانوا يعاونون بداعش طبعا القاطع شيسوا؟ هذه تهمة جاهزة خوبة القاطع شيسوا؟ طاضي جوا أربع حلفوا يمين قالوا إدريس يعاونوا بداعش بصدره مقاقبه هذا الرجل موافسد عبر الفساد الفساد الإداري، الفساد المالي يعني أوصن أعطى نموذج سيء لأي محافظ طيب أعطى نموذج سيء لإدارة نينوها زين خلينا نشوف الصورة الأخرى تم إداهم الوقت هنا عندي سؤال أولا كمرشح وزارة الداخل يعتقد انتهى الموضوع حسب معلوماتي نعم انتهى قضية دعم المحافظة الجديدة في نينوها كانت عن طريقة؟ يعني كان من داعمين للمحافظة الجديدة نعم هو محافظة جديدة أصلا من كتلة العطاء من كتلته زين، يعني كان هو حلقة الوصل بينه وبين الجهة اللي قلت عنها؟ يعني هو كان صاحبة المشروع؟ كان من داعمين وحلقة الوصل وعلاقته بسيد خميسة غينجر وماذا معروفة وحتى علاقته بي زينة لكن لم يتصل بي يوم أو يطلب مني دعم المرشح لأنه يعرف رأيي بالموضوع زين مع أنه عندي كتلك هل أنتم مكشوفين يا سيد فلاح؟ رأيكم مكشور؟ يعرف رأيي يعرف رأيي في الموضوع لم يتصل بي لكن كان من داعمين الأساسيين لانتخاب المحافظة الجديدة زين زين دعنا نرى المحافظة الجديدة كيف قال؟ الأخ فلاح زيدان هو كان طائم ومستقتل لحصول على المنصب سواء إلى أو مرشحة فبالطبيعي لجأ إلى هذا الاسلوب لغرض التسخيط السياسي لكن هذه الاتهامات لا نعرى لها اهتمام معروفين من نحن وما هو سلوكنا وما هو وضعنا فبالتالي أدعو الأخ النائف فلاح زيدان من هذا المنبر إلى الابتعاد عن المراشقات الإعلامية هذا لا يخدم قضيتنا في نينوى جروح نينوى كبيرة ومشاكلنا كثيرة أعتقد هذا الاختلاف يضعف فرص النجاح إن كان همي وهم الأخ فلاح زيدان والأخ والآخرين النهوض بنينوى علينا أن نجلس على طاولة الحوار ونتفق على المشتركات اللي هي النهوض بنينوى ونبتعد عن خلافات الخلافات تترك المجال الآخرين للتدخل من خارج المحافظة لكن إذا توحدنا ومضينا سوية سوف نغلق هذا الباب شايف هذا التصريح أنت؟ لا والله مرشوك زين دعاك إلى طاولة الحوار قبل طاولة الحوار هو قال أنه أنا كنت أريد أحصل المحافظة إلي أول مرشح أنا مرشحت وأعلنت على الشرقية قبل إيقالة المحافظة زين أني لن أرشح إلى منصب المحافظة حتى واحد من كتلتك من قريبين إليك؟ ولا واحد من كتلت رشحت زين الممكن الدائم أنت؟ ودعمت المزاحم الخياط زين دعمت بقاء خلية لا لا أن يتبقى خلية الأزمة يدير المحافظة إلى الانتقابات هذا الكلام مردود عليه شكرا على هذا الكلام؟ هذا الكلام مردود عليه أنا لا مانع لدي قلت لك أنا ما عندي مشكلة و هي الأخ النائب منصر المرحيد أنا عندي مشكلة مع المشروع هناك آليات للرقابة هناك آليات للتعاون سوف أتعاون مع المحافظة إذا عملني أهل نينوة وسوف أكون ضد المحافظة كما كنت ضد العاقوب زين إذا رأيت أن هناك مشروع أو أجندة تنفذ في نينوة لا تصفي مصلحة نينوة و ليس لدي أي مانع من الحوار طيب جيد أنت كنت سابقا أيضا تتخوف من المشروع الكردي في محافظة نينوة لا أرى المشروع الكردي بعد 2010 تقريبا توقف يعني لي هواي أمور في المناطق المتحدة يعني أهون من هذا المشروع؟ لا لا المشروع الكردي الآن يعني التماع الكردية كان يريدون بي نص نينوة راحت وصار موضوع أخطر؟ طبعا أخطر أنا أشوفه أخطر في هواي مع ذلك أنا أقول أتمنى على الأخ منصور المرعيد أن يضع مصلحة نينوة أمام عينيه وسوف أكون دائم له إذا رأيت أنه يعمل لنينوة و ليس المشاريع خارج عن نينوة طيب خلي نشوف المقطع الآخر مش عدنا؟ أكمالا لمسلسل استجواب السيد وزير الزراعة اليوم تقاد حملة داخل مجلس النواب ومن كافترية مجلس النواب بقيادة وعرّب هذه الحملة أحد النواب السابقين الذي شاهدته في هذه الدورة أكثر من الدورة السابقة عندما كان نائب وهذه الحملة بمساندة بعض أعضاء التحالف الوطني للأسف الشديد غاية هذه الحملة هو الضغط على السادة النواب لأجل سحب تواقعهم من عملية الاستجواب هذه الورقة تثبت أنه أقدم استجواب الآن داخل مجلس النواب من حيث التاريخ هو استجواب وزير الزراعة ما نجح الاستجواب في وقتها؟ قدمت السادة النائبة في وقت الاستجواب والاستجواب كان فاقد لشغط القانونية جيد المحكمة الاتحادية رسمت طريق الاستجوابات قدمت أسئلة برلمانية التي يسمى سؤال استيضاحي هذا السؤال الاستيضاحي جاوبته بالكامل بنت على هذه الأسئلة الاستيضاحية قدمت استجواب الاستجواب لأنه العدد انسحب مننا بعض النواب بعد الأجوبة انسحب النواب لماذا؟ فعلاً أكو شخص كان يأثق على قناعتهم؟ هناك كانت موجة من الاستجوابات وقتها من هذا النائل؟ كانت استجواب الوزيرة التربية ووزير الاتصالات تدري بعد الثورة الإصلاحية التي حصلت في البرلمان وشاكل البرلمان ورادو يقيلون سليم بعد توجهة الكتل لاستجوابات كانوا تسع وزراء معرضين لاستجواب من الوزراء التسعة فقط اثنين أو ثلاثة تم استجوابهم كهربائهم كان في وقتهم والكهرباء والتربية والاتصالات والصحة كلهم كانوا معرضين لاستجوابات فقط تم استجواب الكهرباء والدفاع حسن ما تذكر يعني قصدي كان هذا الاستجواب سياسي؟ لا كان هذا استجواب المصالح الشخصية لها لها الشخصية؟ نعم لان اجت علي رادة تلقي المدارة عامين وما قبلت منهم المدارة عاملت؟ كان مدارة عامل البيطرة نكتور صلاح اسمه اللي اختلف معها من محافظته اه او غير مدارة البيطرة في محافظته ودخلنا مشكلة وقامت تتهدد كل يومية ويومية سوي استجواب قلت لسوي استجواب وراحت تجمع شكوا اوراق وقدم استجواب مشكلة شخصية يعني ما بيه اي موضوع اخر خليشوف الفيديو الاخير انا في احد المرات على الشرقية اسمع الحديث الى وزير الزراعة الحاليا فلاح حسن زيدان اللي هيدي ابن حسن زيدان معروف حسن زيدان فلاح حسن زيدان كان يقول اذا بقى الصراع بين المحافظ وبين الاجهزة الامنية فانا اقول لكم ان الموسد ستسقط بيد الدواعش بيد الالهاب ما كان ذاك الوقت اسم مبين داعش مداعش ستسقط بيد الامحاف طلع الاخ المحافظ قال هذا متعهم لا يوجد هكذا ولن تسقط ولم ولن تسقط الموسد بعد ثلاثة اشهد تحقق ما قاله فلاح حسن زيدان الخلاب التمزق هو الذي يسبب زيندي غزلك الامرية لا ما يغزني هذا قديم الكلام هذا قبل دخول داعش لا بعد دخول داعش بعد دخول داعش انا قبل دخول داعش بثلاثة اشهر كنت عضو اللي كنت عمو الدفاع في البرنبال العراقي زين يعني قبل ما اكون وزير بحكومة السيد العبادي فحذرت كتاب الكتب الى السيد الرئيس الوزراء وحذرته من سقوط نينوه بوقت كان رئيس وزراء المالك كان مالك وذهبت اليه شخصيا وابلغت بهذا الامر فاعلوا ياكب جدية يعني عمل الرجل في ذلك الوقت لكن القيادة الامنية كانت وصلت قرير مغلوطة وكذب ذهبت الى الاختي النيجيفي وكان محافظ وابلغته بالامر ولكن النيجيفي على احد القنوات الذكر الشرقية كان هناك لقاء بيني وبين عيثيل انا قلت الموصل سوف تسقط اذا استمر الصراع بين القوات العمنية والمحافظ بهذا الطريق المحافظ رد علي قال سيد النائب جاي حشي كلام خيالي وسيد النائب بعيد عن الواقع طبعا هذا المكشار وين شاء تجيك المعلومات بهذا الموضوع انا عضو جناع من الدفاع شغلا هذا زين اضافة الى انه اكثر الضباط داخل النائب والدي علاقات بهم ممتازة طيب زين كانوا يعطوني تقارير بصفتي اوضو جناع الدفاع ويتصلون بي مباشرة يقولوني ترى الوضع في ناحية فلانية كذا الارهاب سيطر على كذا الارهاب سوى كذا طيب فحاولت اشوف واحدة بلايس اللقاش قلت لك قلت لك انا كان عندي اختلاف مع اثيل نعم هذه واحدة اساس اختلافي مع اثيل واحدة من هنا هاي زين قلت له رح تسقط نينوى وما مش بالموضوع او بالاخير سقطت نينوى بيده عشو فصار بنا زين الآن هم اكو تخوفات من ان تظهر نشاطات امنية جديدة في نينوى تتحذر عندك مخاوف من هذا الوضع الامني في نينوى انا اعتبره يعني نوعا ما جايد لكن بديت ذهور خلال الشهر الماضي بسبب الخلافات السياسية تعتقد رح يستقر بعد انتخاب المحافظة؟ يعني يسوفي انه تحتاج الى اعمار نينوى تحتاج الى تشغيل شبابه نينوى تحتاج الى تطمين نينوى تحتاج الى جهد الدولة كله نعم انا اتخوف انه اذا بقى الضغط كما حتى بوقته بلجنة تقصى الحقائق نعم بأخذ الاخوان في الحجد الشعبي اعتبوا علينا انه جاي تتشون علينا قلنا ما جاي نحكي عليكم جاي نحكي عليكم جاي نحكي علينا ضغط على الناس الان الاخوان بالحجد الشعبي يخذوا جراءات ضد هؤلاء الذين يضغطون على الناس جاي تتخفف الضغط على الناس وتعتقد ان الناس بداخل الدولة جاي تستطيع ان تؤمن الوضع الامني في نينوى الذي نعكس على الوضع الاخرى لكني اقول الوضع الامني الان ليس بالمستوى الذي نطمع له واعتقد ان بداية الدهور يجب ان نجد له حل طيب احنا نتمنى لكم التوفيق طبعا في عملكم شكرا جزيلا نشكر حضورك لتلبيتك للبرنامج وحضورك النائب فلاح حسن الزيدان اللي هيبي شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم وحبتي المشاهدين نلتقيكم غدا ان شاء الله تصبحون على خير شكرا لكم